اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في هذا الفيديو سوف اشرح انا الفيو بورد في نصف الشاشة خلينا نبدأ نشرح التفاصيل واحدة واحدة في اول قائمة على اليسار في عندك تنزل الان هاي المنطقة اسمها فيو بورد اوبشن الاشياء الموجودة في هذه الشاشة اللي هي عبارة مثلا على الريال تايم انت احيانا بكون عندك نيران خلينا نفتح احنا عندنا هون نشوف تكتشورز شيبس في عندنا بارتكلز خلينا نضيف هاي جوة العالم تبعنا لاحظ الان هذه هي بارة عن نيران لو شغلنا اللعبة ونطلعنا عليها النياران شغالة بدون ما نبدأ تشغيل اللعبة لما نيجي احنا نضغط على هاي ونطفي الريال تايم لاحظ الريال تايم اوف تم ايقاف تشغيل الشاشة اثناء تنفيذ التصميم فانت ممكن تخليها مضوية وانا افضل انك تركها مضوية عشان تعرف العالم تبعك كيف شكله تم خلينا نمسحهاي من هون تلاحظ انت هون الاوتلاينر انا بدأ احددها من هون وبضغط دليت على الكيبورد راحت ممتاز هذا موضوع بالنسبة للريال تايم الان شو اف بي اس اف بي اس هون مش معناته فرست برسون شوتر هون معناته فرايم برس سكند وبقولك اضغط على الكيبورد كنترول والت بعطيك تفاصيل اكثر بعطيك شايفة الارقام عنده سبعة وثلاثين اف بي اس يعني عنده سبعة وثلاثين صورة في الثاني الواحدة بتم ظهورها خلينا نضغط عننا احنا لاحظ انا عندي الان في الشاشتي بظهر سبعة يعني الرقم تطلع بنزل اه ثمانية وعشرين ستلاثين بطلع بنزل والرقم اللي تحت اللي هو كم ميلي سكند بتظهر في الشاشة بين كل صورة وصورة كم ميلي سكند الان لو قلنا في عنا خمسين صورة بتظهر في الثانية السبب اللي مخلي الرقم هذا بتغير في عندي برامج ثانية نتاقت شغالة فهذا الرقم بتغير قاعد بسرعة حسب المعالج تبع الكمبيوتر فبين كل صورة وصورة فيه تقريبا ثلاثين ميلي سكند الان هذه الارقام رح نستخدمها ونستفيد منها في الكودنج تبعنا في البلو برينت تبعنا خليها مطفية مبدأيا نرجع الان صورة شو ستاتس اللي هي نفس اللي كان قبل شوي الف بي اس بتظهر لك اشياء جو الشاشة على سبيل المثال انت بتضغط على هاي بتفتح خلينا نشغل اي اشي كايوس مثلا لاحظ طلعلي هذه الارقام هاي الارقام بيستفيد منها في التطوير المتقدم لللعبة احنا ما رح نستخدمه الان لو طفينا هاي راحت لستاتس تقريت الشاشة خليها مضوية وخلينا نطلع ونطفي الكايوس تمام الان الستاتس اللي هي اللي مشو شفناها شو طول بار طلع فوق هون هاي الادوات اللي فوق تسمى تول بار شو طول بار قطفيها راحت كل الادوات طبع انت امكانك انك لما تمسك المعدات تضغط على الكيبورد دبلو اي ار اذا انت حافظ الشورت كت تبعها اذا مش حافظ الشورت كت خليها شغالة تمام الان بعد هيك فيلد و فيو خلينا ناخد نظرة لاحظ الان انا بتطلع من هاي الزاوية لما احدد انا هون فيلد و فيو لو انا والساعة تشوف انت فيه مستوى النظر تبع الشاشة بعمقه بقربه انا بحب احافظ على التسئين زي ما هو مع البرنامج طيب الان في عندك كمان تفاصيل اكثر تحت تظهر الان مثلا فار فيو بلان بلان الان انا رح اشرح هاي بس ما رح ادخل في تفاصيلها اذا كانت عندك انت بتصمم في غابة كان فيه شجر ووحوش شخصية فبتحدد مسافة النظر تبعية الشخصية اللي انت تلعب فيها بتقول مثلا انا على بعد مسافة واحد كيلو بقدر اشوف بعد واحد كيلو وبطل اقدر اشوف فبس كل ما بشيت لك كل ما بدأت تظهر اجزاء وتختفي اجزاء وراك خلي هاي صفر تمام الان خلصنا من هاي القائمة البرسبكتف اسلوب النظر جوه اللعبة الان النظر العادي هي وجهة النظر العادي اللي شغال اسمها البرسبكتف لو اخدنا التوب بصير يعطينا المظهر او زاوية الرؤية من المنطقة العلوية الان انا بطلع من السماء على الكراسي هاي كرسي هون وكرسي هون وهذه الارضية تبعيتنا ونفس الاشي من تحت ومن اليمية واليسار بيعطينا زاوية اليسرى ومثلا من الناحية الامامية بيعطينا من ناحية الامامية والخلف الان هذه بسميها زوايا النظر دعنا نستخدم البرسبكتف العادية اللي احنا نحن نصم عليها بالنسبة للت اللت اللي هي الاسلوب الطبيعي اللي بتقدر تطلع فيه على اللعبة تبعيتك بوجود الانارة بوجود الظلال جوه اللعبة لو اخترنا احنا الان لت رح تختفي الاجزاء لو ضغطنا كونترول الالت رح يعطينا فتفاصيل اكثر لاحظ كيف اختفت الاجزاء دعنا نشوف اختفت الانارة والشدو والظلال نرجع على اللت هذا منظر الطبيعي طيب لو اخترنا الوير فريم الوير فريم اللي هو الاجزاء باشكال خطوط لان طلع العالم تبعنا كله عبارة عن خطوط العالم طبعا هذا متسع جدا قد ما بدك تكبر فيه اكبر فيه ما فيه اي مشكلة ديتيل لايتنج اللي هي الانارة تبعيت اللعبة اللايتنج فقط انارة رفليكشن اللي هي العكاسات تلاحظ انت الكورسي من عكس تهد لير كوليجن ما ايش رح يتصادم اللاعب كيف الاشياء اللي بتصادم معها الان فيه كمان واحد تاني فيزبيلتي كوليجن الاشياء اللي بيشوفها اثناء التصادم فيه مجسامات ممكن نضيفها انت جوه العالم يتصادم معها زي حيطان وهمية بس هو ما بتظهر على الشاشة بتكون شفافة البقية انت ممكن توقض نظرة عليها لحالك شو انت الان بدك تظهر اشياء جوه العالم بدك تخفيها الان هذه قائمة طويلة من الاشياء ما رح نشرحها كلها بس على سبيل مثال طلع انت على الارض فيه جريد هون منه نخفي لجريد اخفينا لجريد واظهرنا لجريد عادي جدا بتترضفها الاشياء وتخفيها حسب احتياجك للعرض على الشاشة الان هون عنا ال Q W E R هاي الادوات كلها مثلا ضغطنا Q هاي بس بحدد فيها الادوات ال W الاشياء لتحريك المجسمات خلينا نضيف مجسم انه مثلا هذا المجسم ننضيفه الان انا بدي احركه باختار W او باختراها الا بتضغط Ctrl Alt بشرح لك التفاصيل رح يضحل لك لما تضغط زر W الاسهم الثلاث الازرق والاخضر والاحمر الاحمر يمثل X اكس تطلع على الجهة هاي على يسار تحت رح تلاقي Z X Y رح تلاقي X اللون احمر Y اخضر الازرق اللي هو Z وهذه الاشياء اللي بتحرك احركها لو ضغط على السهم وضلت كابس بالموش رفعت لفوق حركنا المجسم انا اخذ الازرق بحرك بهذا الاتجاه خذ نضغط Ctrl Z نرجع مكانه ممتاز جدا نفس الارقام هاي او الاسهم هاي هي اله الارقام اللي هي الوكيشن في الديتيلز لو اخترنا الارقام هاي تغير مثلا في X اللي قلنا انها الاحمر لو اخترنا بدل 170 بغط 200 و تغير مكان العموش و الاخضر والازرق طيب هذا بالنسبة للW بالنسبة للE لو ضغطنا E او ضغطنا هون الان ايش بسير بجبلك قيمة الدوران فالاحمر لاحظ الان بقدر احرك العمود بزوايا معينة بمقدار عشرة طيب وخلينا نرجع الار اخر واحدة اللي هي الاسكيل قديش بدك تضخمه وتصغره للعمود الان لو اخترنا الاخضر لحال اللي بيصير بيعرض يتحول الى جدار كونترول زد طيب هذي الكبسات الاربعة شرحناها QWER تحديد تحريك دوران وسكيل تغيير الحجم بالنسبة لهاي هاي هي عبارة عن موقع الاسهم اللي انت شايفها او المربعات يعني في عنا ثلاث اسهم خلينا الفضل نجسم شوي لاحظ الاسهم كيف موجودة فوق متعامدة لو ضغطت انا على هاي لاحظ ايش سوى غير لياها فصار تغيير الموقع بطريقة مختلفة جدا لو طفيناها صار تغيير الموقع بهذا الشكل فهذا امتياز ممكن تستفيد من هاي لو ضغط نك كونترول alt لاحظ انت المجسم ميل والمجسمات والاسهم لفوق هنا اتحول مع الميلان تمع المجسم نفس الاشي بنطبق على العملية التدور الثاني هاي تكتعرض كديش بيكون في بعد عن السطح الارض يعني surface offset صفر لما يكون قيم الصفر يعني اول ما تضيف مجسم بيجي على طول على الارض لو كانت الرقم هات لو غيرنا الرقم هات وحطينا خمسة او عشرة فبصير يبعد عن سطح المجسمات الثانية بمقدار عشرة فبنزل مقدار عشرة طيب خلينا نشيل لان نرجع هاي اماكنها طيب هذا تعلمنا الان كيف نتحكم بموضوع الاسهم وتحريكها مع المجسم الان ايضا مقدار التحريك اللي تعلمنا لهذا المجسم بتحرك بمقدار عشرة لو جدنا المية لاحظ الان اللي قرد على الارض تغير لما امسك احرك بتحرك بمقدار مية لو طفيت انا هات نار زرقة رح يصير يتحرك بمقدار اقل اللي هو صفر فاصل صفر واحد باقل من واحد رح يصير يتحرك على الارض لما اشغلها بقدر اتحكم بدكية واحد خمسة عشرة كم القيمة بدكية يتحرك فيها ونفس الشيء بالنسبة للدوران لما اضغط اي بتقدر تختار قيمة الدوران احنا لما دورناها ودورناها شوف انت لاحظة رقم عشرة عشرين ناقص عشر ناقص تلاتين لو حطينا هذا خمسة واربعين في الان بس بنطعش بزاوية خمسة واربعين هذا بالنسبة للدوران بالنسبة للسكيل نفس الاشي كداش بدك تغيير السكيل واحد عشرة نفس الشيء لو اخترنا واحد لاحظ انت التغيير مفاجئ بصير ضخم لو اخترنا عشرة بصير ضخم جدا راح تختفت طيب هذا بالنسبة للقيم احنا خليها على صف فاصلة اثنين خمسة وهي خليها عشرة وهي خليها على قيمة عشرة طبعا الان بالنسبة للكاميرا سبيد خليها على قيمة اربعة قديش ترعت الكاميرا في الشاشة اخر واحدة اللي هي الفيو بورتك هي يعطيك اربع مظاهر مختلفة الان انت ايش بيناسبك نوع المجهد اللي تشوفه ممكن انت عادي تختار اشياء معينة مختلفة اشي من الامام اشي من الخلف اثناء ما انت بتشتغل تشوف عدة مشاهد للمشهد اللي انت شغال عليه نرجع مرة تانية نخليه عادي هيك بنكون شرحنا كل التفاصيل الموجودة في الفيو بورت تبعنا بشروع فيديو اللي بعده في امان الله مع السلامة